في الشهرين اللي فاتوا دول اضطرنا ان احنا نخفف ليه وانا امكان بقولها دلوقت عشان بس تبقى وصل للناس لان حجم الوقود المطلوب عشان نشغل المحطات بعد التكلفة الزيادة في اسعار الوقود بقى يتعب علينا بقى يتعب علينا هو احنا الكهرباء والاااا وقود السيارات احنا بناخده بنبيعه بالدولار ولا نبيعه بالجنيه احنا بنبيعه بالجنيه لكن احنا بنشتري الوقود ده لمحطات الكهرباء وللعربيات اللي ماشي في كل مصر احنا بنشتري بالدولار وبالتالي لما يكون عندنا عبق احنا كلنا نساع بعضنا احنا ما بنخبيش عليكم حاجة ما بنخبيش انا مش بكلمكم انتو بس انا بكلمكم وبكلم المصريين من خلالكم بكلم المصريين كلهم من خلالكم الناس كلها تسمعني فكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة لا بفهم الناس ان التحدي ده يمكن التغلب عليه بس حيبقى محتاج عمل ومحتاج صبر يحتاج عمل ومحتاج صبر زميلنا بيقول للطريق لا مش الطريق بس هو النهارده القطار السريع ده اللي هو هيجيب من السخنة السخنة لغاية عندكم في كم ساعة طيب يا ترى حركة التجارة عليها تبقى عاملة ازاي قبل حركة المواطنين قبل حركة المواطنين حركة التجارة من من البحر الاحمر للبحر المتوسط البحر المتوسط يعني مين يعني اسكندرية يعني جرجوب يعني منفذ السلوم اللي احنا موجودين جنبه وحاجات اخرى كتير مش عايز اطيل عليكم يعني لكن انا سعيد ان انا التخي بيكم انا كان ليا نصيب ان انا اشتغل وانا زابن صغير هنا في السلوم وعارف اهل السلوم كويس او اهل المنطقة الغربية كويس عادت سنين وسوى الحج بلال بيقول لي عليها هدية انا رحت كنت في سنة سبعة وتمانين ستة وتمانين سبعة وتمانين كنت في دورية اصلاح هناك وكان فيها مشكلة الصرف الزراعي اللي هو فلاقيت المشكلة لسه مستنياني اكتر من خمسة وتلاتين سنة فالمهم يعني فالناس ناس مطروح وناس السلوم ناس طيبين وناس رجال ثقة وشرف ودين واحنا بنحبوك واحنا بنحبوك شكر جدا شكر جدا استنيا نحن كشباب ونكي ان نحن كشباب وبقول لي كنتنعمل ولك الشباب والناس اشتركوا في القناة